من أيام قليلة خرجت منظمة الصحة العالمية بتحذيرات كبيرة جداً وده بسبب ثلاث أنواع من حقن السكر المشهورة جداً في الولايات المتحدة الأمريكية واللي بدأت تغذي كل أسواق العالم وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة ومنهم طبعاً حقنة المونجارو والفكرة هنا أنه تحذيرات منظمة الصحة العالمية ما كانتش بسبب أنه هل الحقنة دي لها أثار جانبية ولا ألا ولكن التحذيرات دي كانت لسبب أخطر بكتير وهو أنه الثلاث أنواع دول المنتشرين بشكل مخشوش في الأسواق بقالهم سنتين بمعنى أصح الحقن دي حقن مجهولة المصدر وده على الرغم من أن فيه نوع معين منها بدأ يستخدم مؤخراً في أكتر من بلد بشكل كبير جداً وبيتم الترويج لها على أنها الحل السحري لأزمة السمنة وده اللي يخلينا قدام سؤال مهم جداً هل حقنة عقار المونجارو واللي بتباع في أمريكا وأوروبا وبدأت تدخل أسواق كتير قوي إيه أثارها الجانبية على اللي بيستخدموها للتخصيص والسؤال الأهم إزاي نقدر نعرف أنه الحقن دي سليمة ومش مخشوشة زي ما منظمة الصحة العالمية حذرت